يحرص المصريون في عطلاتهم على الاستمتاع بالحضائق في مختلف المحافظات واستغل سكان القاهرة تراجع معدلة الحرارة بشكل نسبي للتوجه للحضائق في رابع أيام عيد الأطحى المبارك في رابع أيام عيد الأطحى المبارك توافد المصريون على حديقة الطفل بمدينة نصر للاستمتاع بأوقاتهم وسط المسطحات الخضراء والمساحات الواسعة أنا أول مرة جيها بس شفت صورها يعني وكده على سوشيال ميديا لقيتها أن هي بتاع دا أماكن الزرع هنا يعني شكل الزرع مريح جدا وحلو حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة وبالإضافة أن هي يعني واسعة وفيها خدمات كتير وأنا شايف موظم الناس مبسوطة وبالأجواء وأولا يعني كل عاموا أنتم بخير الدنيا أمان هنا كويسة أنا مأمنة على أطفال هنا ومع انخفاض درجات الحرارة بدأ المواطنون يقبلون بكثافة على الحديقة هم وأسرهم وسط توفير عناصر الأمان والخدمات اللوجستية للزائرين جينينا من ساعة ما تقددت بصراحة كل حاجة فيها كويسة وكل السنة وهم طيبين وكل سنة والناس والشعب المصري كله بخير حديقة الطفل عشان تجمع الحلول بالناس وناس الحمد لله رب العالمي والعيد حلوة ومه جميلة تعتبر حديقة الطفل من الأماكن المخصصة للأطفال بمدينة نصر وتحتوي على العديد من الألعاب والمسطحات القدراء الطبيعية والمساحات الواسعة لممارسة الأنشطة والرياضات المتعددة محمد الخطيب التلفزيون المصري